السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي مدقى عشاني جدا يا حباب قلب النهاردة يا شباب شرح جديد وهو عبارة عن التحديث التاني اللي بقى تشترك السيزون التحديث جميل جدا يا شباب ويدفلك مميزات قد كده ومميزات جميلة جدا والتحديث يا شباب بحجم صغير وجميل جدا وطبعا يا ريتل قبل المبدأ شرحينا بس تنشيح من لايك وتشارك في القناة وتفعل زر جايز عشان يوصل لكل فيديو جديد ويلا نبدأ شرحينا طبعا اول ميزة في التحديث هو الانتقالات يا شباب هتلاقوا على العام 2020 واخر الانتقالات التشتوية وكمان يا شباب في باك اوجو يتضاف زي واجي برنومو فينرد فرنانديز بالشكل لكده ولعيبة كتار جدا ضفت لها باك اوجو زي برنومو فينردز يا شباب الانتقال بتاعه جديد منشستر اونايتد انتقال موزز الى نادي انتر ميلان وكمان يا شباب انتقال اللي هو اي ريكسين الى انتر ميلان زي ما نتشايفين قدامكم وكمان يا شباب انتقال الى نادي اسي ميلان وواجه جديد زي ما نتشايفين قدامكم وانتقال يا شباب لعب رزولة الى نادي باير مينيخ وكمان وجه اه وجه كوتينيو الجديد وجه بيرزيتش الجديد وكمان لو تراعنا فوق انلاقي وجه جانبر الجديد فين جانبر او هنلاقي وجه جانبر الجديد زي ما انت شايفين قدامكم ده وجه جانبر الجديد وبعد الاوجه هتلاقي الدافت وحاجة جميلة جدا وطبعا امرتشان الى نادي بروسيا دورتموند زي ما انت شايفين قدامكم كل الانتقالات لعام الفين واشرين وطبعا الجميلة يا شباب وهو انتقال يا شباب كهرباء الى نادي اه الاعلي وكمان لاعب اه اللي هو اه الاهل الجديد وطبعا لاعبة الاهل الجديد اللي لسه منتقلة بس الاوجه بتاعتها مش متضافة فان شاء الله التحديث الجاي او التحديث التالت لباتش اه لباتش نيكس سيزون هيكون فيه اوجه لاعب الدور مصر كلها ماشي اه طبعا يا شباب والمينيفيز هنلاقي المينيفيز ده عام الفين واشرين لجميع الفرق حتى فرق اه الاهل والزمالك لو جينا على الاهل والزمالك مسلا نشوف المينيفيز بتاعتهم همه الاول لو جينا على الاهل مسلا وشوفنا المينيفيز بتاعهم هنجي كده على قطة اللاعب هنلاقي المينيفيز بتاعت لعبة الاهل الجديدة زي ما انت شايفينه قدامكم مينيفيز والطاقات وكل حاجة محدثة العام الفين وعشرين لو جينا على مسلا نادي مالك بالشكل دة كده. وشوفنا مني فيزهم. هنلاقي مني فيز بتاعيتهم الجديد على عام 2020 زي ما انتم شايفينه قدامكم. وكمان يا شباب مني فيز نادي برشلول nominated' روبي هنلاقي مني فيز بتاعتها. وكمان هنلاقي ككستايان موضة البرشلولة الجديد مضاف زي ما انتم شايفين apresent معكم ومني فيز جديدة العام 2020 جميع الفيرت. وكمان يا شباب ضفت بعكوتكم لعام 2020 لجميع القندية. بعكوتكم مسلا اه نادي رعدي والزمالك زي ما انتم شايفين الطعم بقى شكلها جميل جدا وجدها جرافيك جميل وكمان الاكسام اللاعبة بقيت زي بيس الفين وعشرين زمان شايفين قدامكم ده اللي انا لاحظتو حاجة جراعة جدا وكذلك تقم فينتوس الجديد اللي هو ده الرابع وتقم الرياض الجديد اللي هو الرابع زمان شايفين قدامكم وجميع القاتكم لعام الفين وعشرين كده كنوا قلنا لكم بعد مميزات لتحديث التاني البتش نيك السيزون يلا نقول لكم ازاي نحملو ونركبو على لعبة بيس الفين وسبعة عشر بعد يا شباب ما شفنا مميزات التحديث التاني دي باتش نيك السيزون يلا نركبو تريد تركيبو على لعبة بيس الفين وسبعة عشر طبعا يا شباب سيب لك رابط الموضوع تحت في الانسكريبشن اتضغط على الرابط هيجب لك الموضوع بالواجهة دي كده يا شباب طبعا هتنزل تحت بالشكل ده كده طبعا دي مميزات التحديث التاني دي باتش نيك السيزون طبعا التحديث التاني بيحدس لك الانتقارات لعام الفين وعشرين كل الانتقارات اللي هي الشتوية هتلاقيها بقت في باتش نيك السيزون وكمان بيحدس لك قطة الفرق وبيحدس لك دوريات وبيضف لك فريق ملومو ولسك وكلوش ده والفرق اللي هي مكتوبة دي وطبعا بيدف لك اوجه لعام الفين وعشرين وبيضف لك لعبين شباب يعني في لعبين شباب مكتش متضافة زي ادر هالند ولعبة تانية شباب مكتش متضافة فهو ضفالك وكمان يا شباب بيدف لك ميني فيس يعني شوية يعني اوجه للعيبة وطبعا بيحدس لك المنتخبات يعني بيدف لك قطكم جديدة لبعض المنتخبات وكمان الخطة بتاعتك الجديدة وبيضف لك قطكم لبعض الفرق يعني زي الاهل في التقم بتاعهم الجديد والزملكة طعم بتاعهم الجديد وكل الفرقة الاوروبية التقم الصبيبات بتاعتها لك عام الفين وعشورين ضفالك وكمان يا شباب بيدف لك مهارات للعبين صبعا يا شباب انا قancer طبعا ان اغلطت لها اضافة مينيفيززز دي طبعا مينيفيزززز يعني بيدف لك اه زي صور اللعبة في الخطة صور جديدة طبعا انا اغلطت فيها فما ارتهاش كويس. اه طبعا ننزل تحت بالشكل ده كده خالص. طبعا يا شباب لازم قبل ما تثبت التحديث التاني دي لازم يكون محمل طبعا هتلاقي اني تكاتب لك هنا للتحميل ادوس ادغط هنا بالشكل ده يا شباب. هتلاقي جاب لك طبعا موضوع تحميل اه بالشكل ده كده وهتنزل تحت واتلاقي الرابط التحميل وكمان هتنزل تحت خالص هتلاقي شرح يوضح لك طريق تحميل وتثبيت طبعا في من النقاء يقول لي طب التحديس الاول مش مفيد فيه تحديس اول طبعا التحديس الاول لما تحمل بتش نيكس سيزون هتلاقي التحديس الاول مترك مع بتش نيكس سيزون هتلاقيه مضمك معاه ماشي طبعا لتحميل التحديس الاول بحجم مية تراتة واربعين ميجا بيت اضغط هنا طبعا انا اضغط هنا بالشكل ده كده هتلاقي نعلك على اا اا موقع تخط رابط بالواجه بعد كده هتلاقي جاب لك يا شباب بالشكل ده كده اا روبوت هتضغط على المربع الصغير اللي هنا ده هتلاقي جاب لك علامة صح بعد كده هنقول له بالشكل ده يا شباب بعد كده هنقول له هنا بالشكل ده كده هنقفل الصفحة الاعلانية دي بعد كده هتلاقي نقلنا على موقع ميديا فاير هندوس على بالشكل ده يا شباب هنقفل الصفحة دي هندوس على انلاقي جاب لنا اا وجه التحميل المني عبدي اا اللي هو التحديث التاني هندوس بدء التحميل وهيبدأ يحمل التحديث التاني بدون اي مشاكل كده يكون ورنكو طريقة تحميل التحديث التاني يلا نركو طريقة تركيبه على بعد ما يحمل التحديث يا شباب هتدوس كليكي مين عليه وهتقول له اكسترا كتير او استخراج بالواجهة دي يا شباب هيبدأ يفك الضغط عن التحديث التاني هنستنى لغاية لما يخلص خلص معين هتلاقي الصخرج معاك فولدر بالواجهة دي فضلك هنقول له كليك يوميا وهنقول له بست بالواجهة دي يا شباب طبعا لو أقل لك استبدأ وفعل استبدال بدون اي مشاكل طبعا بعد كلا nichان رجع ورا هنلقي ملف في download هنقضو كده كيبا Wi-Fi عود وكات بعد كلا نروح على اللعبة ومثبتين فيها باتش آه بالشكل ده ندوس على كليكي مين وهنقول له باست بالواجهة دي يا شباب بعد كلا لو أقول لك استبدال وفعل استبدال بدون اي مشاكل بعد كلا تروح على اداية التفعيل الخاصة باللعب او الباتش بعد كده هتلاقي جاب لك القنافات بالوجه دي كده يا شباب طبعا هتلاقي اضافة اسمها اه ميكانو اه ابدت فيتو بالشكل ده كده هنعلم عليها وبعد كده هنقول جونردو بي فال لست ولازم الابديت يكون تحت ترتيب الباك بعد ما بعد يا شباب ما دوسنا جونردو بي فال لست ووكي بالشكل ده كده هنرجع وراء ونروح نشغل اللعبة ونلاقي الابديت بقى اه في اللعبة وانتقرات بقت جديدة وكل حاجة قلته بقت في التحديد يا ربي يكون اشتراح عاجبكم وbergش اعمل like وتشاركو في وقنة وتفعال زر جيزا عشان يوصل لكل فيديو جديد ويريز تشترك لو انت مش مشترك يعني وتفعال زر جرس عشان في واتشات كتير جدا ننازلة اضافات نازلة كتير جدا في فترة الجاية يعني ادفات كتير جدا جدا وباتشات نازلة يعني رهيبة جدا للاعبة بس 1017 وكمان للاعبة بس 1020 ولو في اي الزراط بس تانية نزل لها باتش هعمل شرح عليها فاضغط لايك واشترك في قناة فعش الزجرس عشان يوصل لك كل فيديو جديد وكتب لي تعليق تحت وطبعا في جروب انا عامل للقناة عشان لو حصل لك اي مشكلة او فيديو نزل عليك جديد يعني تكون انت عارف اول واحد فياريت ياريت تعمل عليه متابعة ولايك للصفحة وكده يكنت الشرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته